السلام عليكم في يوم 15 ديسمبر شركة نوكيا أعلنت عن موبايلين واحد من فال متوسطة وواحد من فال اقتصادية وهما نوكيا 5.4 ونوكيا C1 Plus وفي الحلقة دي هنتكلم عن نسخة المتوسطة اللي هي نوكيا 5.4 بس قبل نبدأ تفاصيل الموبايل ما تنساش اللايك وسبسكرايب واتفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال سبول في التعليقات وانا بإذن الله هرد عليك ومستاني كمان يشوف رايك في التعليقات عن الموبايل ومغير ما طول عليكم تعالوا ندى في مضال حلقة اول حاجة هنبدأ بيها كالعادة يهاكلوا خمات تصنيع الموبايل الموبايل هيجي بطول 161 ملي متر وعرض 76 ملي متر وسمك 9 ملي متر وبوزنة في حدود 181 جرام ولسه مش معروف خمات تصنيع الموبايل وبيلاقي هنا في ظهر الموبايل الاربع كاميرات خلفية وفلاش والبصمة وبيدعم مدخل السماعة التقليد تلاتة فاصلة خمسة اما بقى بالنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالموبايل هنا هيجي بصوت عادي او حادي مش استيريوم وبيدعم تركيب شريحة نوت الصور من النوع النينو مع دعم شباكات الجيل التاني والتالت والرابعة وبنسبة لمصفات الهيكل فغالبا يعني هتكون مصنوع من البلاستيك اما بقى بالنسبة للشاشة فالشاشة تيجي من نوع بمساحة ستة واربعة من عشرة بوصة بدقة سبعمائة وعشرين في الف خمسمية وستين بيكسل بابعاد تسعتاشر نص التسعة بكسافة بيكسلات ميتين تسعة وستين بيكسل لكل بوصة والشاشة ديت بتيجي بقوة قضاءة ربعمائة نتس وبنسبة ليعني مسافات الشاشة ديت فمش شايف ان هي شاشة كويسة علشان دقة الشاشة قليلة واضائتها تعتبر ضعيفة شوية زاد ان كسافة البيكسلات قليلة ولا حتى بتدعم معدل تحديث عالي شوية ولا تقنية الـ HDR فشافة شاشة سيئة اما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل هيجيب ثلاث نسخ النسخة الاولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام والنسخة التانية 64 جيجا مع 6 جيجا رام والنسخة التالة 128 جيجا مع 4 جيجا رام وبدعم تركيب بطاعة خزين خارجية وبنسبة للحجم الزاقرة ديت فشايفه برضو مش متناسك قوي يعني 64 جيجا مع 6 جيجا رام و128 جيجا مع 4 جيجا رام مش متناسكين قوي يعني وبنسبة للنظام التشغيل والاداء فالموبايل هيجيب نظام تشغيل اندرويد 10 مع معالج السابد راجون 662 بدقة تصنيع 11 نانوميتر مع 8 انوية بتردد يصل لـ 2 جيجا هرتز مع معالج رسومي أدرينو 610 وبنسبة لاداء المعالج دوت فحب اقولك يعني مش هيكون جامد قوي بس هيقد معك الغرض يعني منحس يعني ألعابه برامج بس مثلا انه هتلعب ببجي ما تخليهاش على أعلى جرافيك هتلاقي كده الموبايل بيهنك سنة معك وهتلاقي كمال البطارية ممكن تخلص بسرعة أما بقى من نسبة للكاميرات فالموبايل هيجيب 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8 والكاميرا التانية بدقة 5 ميجا بيكسل وهي كاميرا ألترويت والكاميرا التالتة والربعة بدقة 2 ميجا بيكسل واحدة منهم ماكرو وواحدة سنسور وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 ترفيث ثانية وبدقة Full HD بسرعة 30 ترفيث ثانية أما بقى من نسبة للكاميرا الأمامية فالموبايل هيجيب كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 ترفيث ثانية وبنسبة يعني أدية جوة الكاميرات ديت فمتوقع يعني ناتي ديك أداء كويس جدا وصف سعر الموبايل من حيث يعني أرقام الكاميرات بس هو طبعا لسا ما تجربش أما بقى من نسبة للتكنيات الثانية فالموبايل هنا هيجي مع بلوتوث من الزور 4.2 زاد لنهو بيدعم الجي بي اس وتكنية NFC وبرده بيدعم الرديو أما بقى من نسبة للبطارية فالبطارية هتيجي بسعة 4000 ميلي أمبير من نوعا لسا غير قبل الإزالة وبتدعم الشحن السريع بكوة 10 واط وطبعا مش أفضل حاجة في حقته السعرية بس مقبول بس راعة الشحن اللي بيجي بها الموبايل للأسف بطيقة 10 واط حاجة صغيرة جدا تقريبا يعني انتهت وبالذات لما تعرف سعر الموبايل ومنسبة للألوان فالموبايل هيجي بلون الأزرق والإرجواني وأخيرا سعر الموبايل الموبايل نزل بسعر 270 دولار يعني حوالي 4150 جنيه مصري و1000 ريال سعودي و2400 درهم مغربي و190 دينار أردني و730 دينار تنوسي و35000 دينار جزائري و320000 دينار ياروكي كده أنا خلصت كل حاجة عن الموبايل وأنا شايف راعة الموبايل مش كويس قصاد سعره عندك مثلا ريدمي سيكس أو ريدمي سيفن أو حتى شاومي ريدمي لوتنايم برو أو شاومي بوكو اكس سري أو انفينيكس زيرو ايت كلهم يكون أفضل منه من حيث المعالج والشاشة والبطارية وسرعة الشحن ده كل رأي في الموبايل وعايز كمي نشوف رأيك في التعليقات عنه بس ما تنساش اللايك وسبسكرايب وادفع عن زر الجرس ولو عندك أي سؤال سبولي في التعليقات وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة